ترد مثلاً إحنا عندنا شركة شركة مثلاً المراعي شركة معروفة جيت أنا إلى صاحب الشركة وقلت له أنا أريد أشتري الاسم هذا اسم الشركة بس اسم الشركة خب موعين من الأعيان له كرسي وله سيارة وله أثاف اسم أنا جيت إلى شركة المراعي قلت له أريد أشتري الاسم هذا فقط هذا العنوان أبذل لك مالاً أبذل لك مثلاً مئة مليون زين ريال في سبيل أن أن يكون لي حق استخدام الإسم قال ما يخالف أنت بذلت وحصلت على حق الاستخدام تو وش حصلت الحين حصلت شيء من الأعيام حصلت شيء في الخارج وش اللي حصلت نفس الشيء تبتقول بالنتيجة بما أن هذا الإسم يتنافس عليه بعدين إذا صار هو إسم شركتي رايح الجين مشترين إلي وتزداد ثروتي فهذا يعني أن هذا مال هذا بعد مال يعرض اختلاف وجهات النظر